اهلا وسهلا مشاهدينا بحلقتنا لليوم من برنامج تفاصيل الأسبوعي اللي رح نحكي فيه عن الاعتداءات على المرشحين على الانتخابات والمشاكل اللي عم بتصير جمعة واحدة بتفصلنا عن ستة ايار موعد الانتخابات النيابية والموعد اللي نطروا اللبنانيين من اكتر من تسعة اثنين اللي يرجعوا للديمقراطية معناها بس من شهر لليوم عم تكتر الاعتداءات وعم تفقد الديمقراطية تعمى فكترة الاعتداءات والمشاكل بين الخصوم السياسية والاعتداءات على المرشحين تقرير لزميلة رشا زغريني بيطلعنا على كل الاحداث اللي صارت من شهر لليوم الهجوم الخطابة عم بيتطور بمناطق مختلفة بلبنان لاعتداءات واشكالات مسلحة مع اقتراب موعد الاستحقاق بستة ايار فبتناني سن حصل عدة اشكالات بترابلوس احدا اثناء تواجه موكب مناصري لاحة الوزير السابق اشرف ريفي لحضور اعلان ليحته وحاولت عناصر جهاز امنة قطع الطريق على موكبه بوقت زيادته عكر الاشكال التاني بترابلوس بمنطقة جبل البداوي داخل موكب انتخاب الشعبي تطور لتضرب ونتج عنه جريحين بخمسة نيسان حصل الاشكال بالبقع بين انصار المرشح يحية شمس وتطور لتبادر رشقات من اسلحة رشاشة واطلاق بعض القذائف من دون وقوع اصابت وبتلتعاش نيسان تم الاعتداء على المرشح الدرزي ببيروت التانية رجال زهيري بعد محاصرته بأحدى المنازل من قبل مناصري طيار المستقبل كذلك بستعاش نيسان ببيروت التانية تم الاعتداء على مكتب المرشح نبيل بدر بعد اقدام عشرات المناصرين للمستقبل على اقتحام مكتب حملته بمنطقة كركاس الحمرة بسبعتاش نيسان حصل اشكال مسلح بالضنية على خلفية تعليق صور للمرشحين بين مناصري احمد فتفت ومناصري جهاد الصمد وبواحدة وعشرين نيسان انتقلت الاشكالات للجبل بداية مع مناصري رئيس حزب التوحيد واموهاب ومناصري رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلات ومن بعدها بالشويفات بين مناصري رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلين ومناصري جنبلات وبتنين وعشرين نيسان تم الاعتداء على المرشح علي الامين ببلده شقرة من قبل عدد من الشبين الامر يلي اعتبره حزب الله عمل فردي ما بيتبني ابدا بخمسة وعشرين نيسان بجبل محسن اعلن المرشح العلوي على لاحة العزم علي درويش الغاء المهرجان يلي كان مقرر قبل ساعات قليلة من بدءه بعد ورود معلومات امنية عن وجود عناصر متسوسة بتهدف لتخريب المهرجان وهنا بيبقى السؤال هل هيدا هي الديموقراطية يلي نصت عليها مقدمة الدستور اللبناني؟ نصت مقدمة الدستور اللبناني على ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية بس على اي نوع من الديموقراطية بدلك هيدا الاعتداءات زميلتنا بصحيفة النشرة الالكترونية بيتونيا نونس خطط السنة الماضية لانتخابات الرئيسية البريطانية وهيدا الفرق بينها وبين لبنان لما رحت غطات الانتخابات البريطانية هيداك السنة كان في فرق كتير واضح بين الانتخابات عندنا وانتخابات عندهم خصوصا بالشي اللي بتعلق بالشيء المرشح هو كشخص ما في عندهم صور من تشراع الطرقات مش ملزقين اوان مرحتي شمال ويمين وخصوصا عننا صار في اعتداءات كتير كبيرة خاصة خلال الاخر فترة هونيك ما كان في هذا الموضوع بالنسبة للمواطنين البريطانية كان نهار الانتخابات عندهم نهار طبيعي بوقت البلانش بريك تعيتهم بروحوا بينتخبوا وبيرجعوا الفرق الوحيد اللي كنا شايفينه انه بهذا نهار كان في عجق زيادة عن الايام العادية اكتر من عشر مشاكل صاروا بسبب الانتخابات النيابية فشو رأي الشارع لبناني وهل هالأمر مبرر؟ تقرير للزميلة غيدة فياض لا ما بفتكر انه شي مبرر يعني اذا الواحد مش عجبه لمرشح فيه بكل بساطة ما ينتخبه يعني المسائلة من قبل الشعب بتصير من خلال الانتخابات المحاسبة ما مفروض تصير من خلال اعتداء على حي الله واحد من المرشحين يعني اكيد لا مع مالك بلد ديمقراطي كل واحد عنده حرية الرأي والشخص بده يصوت بقدر يصوت لم يما بده فمش مفروض يصير مشاكل لا اكيد لا لانه نحن بلد ديمقراطي وكل العالم عم تطالب بلد الدمقراطية والمرشحين بحد زيتهم بقولوا انه هني مع الدمقراطية ليش بدون يعتدوا على غيرهم فيهم يعملوا حرب بس حرب محترمة يعني مش مفروض حرية التعبير كل واحد عنده حرية رأي لا اكيد لانه تصرف غير اخلاقي وصحتان علي بيربح بالنتيجة كل انسان له حق يترشع تعرف انت نحن وان عايشين بها البلد كله حزيزيات وكله محسوبيات على الزعمة وهذا بخصها وهذا بخصها وهذا بخصها يعني ايه واردة بس هي مش مقبولة ابدا يعني لا اكيد لا لا لانه كل واحد عنده رأيه نحن ببلد دموقراطي كل انسان بده ينتخب اللي بده اياه معبودين علي بلبنانها انه يكلوا قتلى وبحابة يعبروا عن رأيهم وحر ما انه بلد حرية ما لازم حدا يعتدع حدا كان مرشح ولا غير مرشح ولا مواطن وانه ممنوع اعتدع حدا وانه اللي لازم يحسب على هالشي لمعرفة المؤتضيات الانونية اللي عم بتصير بسبب الاعتداءات بسبب الانتخابات النيابية كان معنا بمؤابلة مسجلة عبر سكايب امين سر الهيئة الوطنية لحيمة الدستور دكتور عاد اليمين منتابع بخصوص الافعال والتعديات اللي عم تحصل في بعض المناطق وتجاه بعض المرشحين لانتخابات ربيع 2018 وبمعزل عن الاتهامات المسبقة ومن غير الدخول في المهاترات الانتخابية والمزيدات السياسية وما حرصنا على عدم استباق التحقيق او توجيه الشبهة نحو اي جهة من دون ادلة ومن دون تحقيق ومن دون محاكمة الا انه هذه الافعال يمكن القول فيما خص من الناحية القانونية النقاط التالية اولا هي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير والاعلان العالمي لحو الانسان لكفلهم لبنان واكد التزامه بمجاباتهم من خلال مقدمة الدستور ومتن الدستور اثنين هذه الافعال تمس حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتؤثر سلبا على حرية الناخب والمرشح ثلاثة فوق ذلك كله تشكل هذه الافعال جرائم جزائية نص عليها قانون العقوبات في المادة 554 وما يليها والمتعلقة بالضرب والاذاء وهذه الافعال تختلف عقوبتها بين جنحة او حتى جناية والمدد التوقيف والحبس فيما خصه بحسب النتائج التي تتأتى عن عملية الضرب والاذاء على الضحية ومن هون بطبيعة الحال من المنتظر ان تتحرك النيابات العامة والقضاء للملاحقة والتعقب ولكن فوق ذلك كله هذه الافعال يجب ان توسق والفريق المتضرر ايا يكن وفي اي منطقة كان ومن دون ان نقصد جهة معينة فاعلة او متضررة الا انه هذه الافعال عندما توسق يستطيع الفريق الخاسر في الانتخابات النيابية والمتضرر منها ان يلجأ الى المجلس الدستوري بعد الانتخابات للطعن خلال المهل المحدد بنتيجة الانتخابات واذا تبين للمجلس الدستوري ان هذه الافعال اثرت في النتيجة وفي خيارات الناس وفي التساوي في الحملات الانتخابية بين المرشحين يستطيع ان يبطل نتيجة الانتخابات بوصفه قاضي الانتخابات وبالتالي اما تعاد الانتخابات في المنطقة المعنية او يعلن فوز المرشح الخاسر واقصد في المقعد موضوع النزاع وبيبقى السؤال هل في نية من وراء الاعتداءات لجذب اصوات اكتر وبخطام حلقتنا لليوم نشكر متابعتكن تحية لكم مني انا استفاني راضي ومن المخرج حسين هزيمي اذا عندكن اي اقتراحات لمواضيع حبي نطرحها عملوا كومنت وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايق على صفحتنا على فيسبوك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة